السلام عليكم في القناة ايل شعبان السيد مرة تانية قبلتني الرسالة دي قلت لازم اشاركها معاكم حلية المشكلة بتاعتها الرسالة دي بتزهر هنا. وهنا تمام. بتظهر امتى بتظهر معايا لما بفتح مشروع قديم او بعمل استيراد من جيت هاب لمشاريع تانية لو انشأت مشروع جديد بلاقي الرسالة دي مش بتظهر ومشروع بينجح طيب فيه طريبا بعض المكتبات اتغيرت فقلت اشارككم طيب انا بشتغل على من سبعتاشر تارجت ستة وعشرين اه عملت ايه? ايه الحل? عملت مقارنة بين المشروع القديم اه المشروع القديم اللي انا بجيبها او مشروع اللي انا بانشئها ومشاريع انشأتها جديدة. عملت ونجح. تمام? اه ونقلت من وعملت مقارنة بين الاتنين. لقيت بعض المشاكل. طيب. اول حاجة. وساعات كمان بتظهر رسالة بالشكل دوت. تمام? طيب. اول حاجة قلت ايه? رحت المشروع شغال بنجاح. اه قررنت من اثنين برضو نفس المكتبات. اه عملت مقارنة بين الاتنين. اه ام. نقلت نفس المكتبات هنا. ستة وعشرين ونقلت المشروع التاني. اه البقى كان هنا تمام. اه ام. المكتبات بقى كانت مختلفة. المكتبات كانت مختلفة اول ما كان فيه مشكلة. طيب. نقلت المكتبات ديت. حتى هتلوني انقلها برضو دلوقتي. هنا هوا. تمام? برضو بعد ما نقلتهم كان لسه مشكلة قائمة. رجعتي تاني للمشروع الشغال بنجاح. دي كانت موجودة تمام مزبوطة. اه تمام? ممكن نقفلها. هنا نقلت distribution URL ده كان مختلف. نقلته بالرقم بالزبط كده. تمام? اه برضو بعض اقلت بس كان لسه فيه مشكلة. طيب جيت هنا. ماشي. نقلت الرقم ده. آآ آآ كلاس باس ده. طيب لو قفت عليه هيقولك هينصحك ان انت هتكتب 3.1.1.2. تمام? 3.1.2. تمام? ما تعملش كده. لان انت ما هتعمل كده هيطلب منك SDK اعلى من ناحية تانية هيظهر errors اخر. تمام? فانت استمر على المكتبة ديت. تمام? اكتبها بالزبط كده بالرقم دوت بالزبط. تمام? لو انت عايز تشتغل على SDK 20 الاصدار ده. ماشي? ماشي. طيب. آآ وتأكد ان هنا في جوجل آآآ والجي سنتر. وهنا كذلك. يبقى هنا. وهنا مرة اخرى تحت الريبوزيترز. تمام? وتأكد من اللي ايه؟ من اللي ده مكتوب بالزبط. طيب. قلت ال errors ولسه فيه error تاني برضو. اخر حاجة. قرنتها. جرادل رابر بروبيرتس. لأ مش بابردو ده عدى علينا. هاجبهولا. هو ده. جرادل بروبيرتس. تمام? ده. الحتة ده. الجزء ده بقى. ما نيجي نبص عليه في البرنامج اللي بتاعنا. لقيت الفايل. جرادل بروبيرتس. بالشكل ده. تمام? السطر ده بزر. فكل المشاريع. فكل المشاريع اللي فيها مشكلة. مرة واحدة لقيت السطر ده مع مول قدامه علامة الهاج دي. طيب. آآآ. طلبا فيه تعديس اصدار مكتبات فيه مشكلة بتحصل بتسبب في ان error دي تظهر. تمام? و error الثانية ببقى شكال مختلفة بتظهر برضو. اول ما هتشيل السطر دوت. تمام? ده هنلاحظ ان في البرنامج اللي هو شغال عندي السطر اقل وهنا السطر اكبر مش مهم هيشتدل هيشتدل تمام اوكي نجرب نعمل ترياجين وهننتظر ويتنج اهو تمام الموقع ديها ماشي معنا لحد دوقتي بنجاح في انتظار الانتهاء zero errors no errors build successful تمام تمام كده مشكلتنا تحلت المشكلة دي لقيتها على النت ناس كتيرة جدا عرضها ومحدش عارف يحلها تمام بالعربي وبالانجليزي اهوكي فان شاء الله ده حل اه يعني ايه نافع معايا في كذا مشروع كذا مشروع نجاح فيه ان انا عالقتها اه وتحلت بشكركم جدا اه وبالتوفيق ان شاء الله للاحسن اه ولو في اي مشاكل او ملحظات زهرتلك اا اكتب لنا تحت رأيك ايه منا مستنين عمل subscribe مستنين comment بتاعك واللايك والشير اي مشاكل اعرضها معنا على الجروب بتاعنا على الفيس او صفحتنا على الفيس شكرا